بسم الله والصلاة والسلام ورسول عاجل يا جماعة وقبل الامتحان بدقائق وزير التربية والتعليم بيغير الموضوع تماما وبيلغي الامتحانات الالكترونية يعني كده احنا مش هنمتحن تابلت تمام مفيش امتحانات هتكون على التابلت تعالى اتعرف على التفاصيل وإيه الجديد من وزير التربية والتعليم قبل الامتحان بدقائق مصدر الخبر هتلاقع على صفحة الوزير الرئيسية وكمان على معظم مواقع الالكترونية وزير التربية والتعليم بيلغي امتحانات أولى وتانية سنوية لإلكترونية وبيستبدلها بورق أعلن الدكتور طرق شاوي وزير التربية والتعليم فجري اليوم إلغاء امتحانات الإلكترونية لأولى وتانية سنوية ما فيش امتحانات هتكون على التابلت الامتحانات كلها هتبقى ورقية بالكامل كلام ده هتلغوا على صفحته على الفيسبوك والامتحانات هتبقى 70% زي ما اتفقنا اختيار متعدد و30% مقالي الامتحانات هتحطها المدارس مع الالتزام بمعايير المركز القومي لامتحانات ومسموح باستخدام التابلت فقط علشان تصل للكتب الالكترونية وبنك المعرفة طب هل ينفع تدخل بالكتاب؟ لا مش هينفع تدخل بأي ورق ووزير التربية والتعليم بيأكد على صفحته ان في مدارس مفروض مدارس يعني هتسلمكو ورق خاص بالمفاهيم والقوانين ده اللي قالوا على صفحته وقال ان الامتحانات ورقية لكل المواد سواء ترمى أول أو تاني والجدول زي ما هو دون تغيير الله المستعان وهنشوف ايه الجديد تاني اللي هيحصل هتابع معاكو كل جديد ونشوف كده لو فيه تفاصيل أكتر أنا حبيت بس أعرفكم قبل الامتحان عشان تكونوا عاملين حسابكم ومحدش يتفاجئ الحاجة هنا الجديدة برضو ان القرار ظهر قبل الامتحان بدقايق وكمان الامتحانات هي اللي هتحطها المدارس يعني مكتوبة على الوطن ان الامتحانات هي اللي هتحطها المدارس مع الالتزام بمعايير المركز القومي لامتحانات المفروض الامتحانات كانت مركزية دلوقتي المدرسة هي المسؤولة عن وضع الامتحانات بناء على اللي جيها على الوطن وكمان على صفحة وزير التربية والتعليم هشوف لكم الفيديو اللي على صفحة وزير التربية والتعليم وحاول ننزله هنا ونزل اختصار له بحيث نشوف مع بعض المعلومات الجديدة والمفاجآت اللي بتحصل دي قبل الامتحانات بدقايق الله المستعان وان شاء الله تعدي على خير ومش عايز حد يقلق وربنا هيسر لأمور ان شاء الله